أخبر الله ملائكته بخلق أهدم وأنه سيجعل في بني الإنسان الرسل والأنبياء والصالحين ولسابق علم الملائكة بأن الجن أفسد في الأرض قبل ذلك سأل الله سؤال استعلام عن الحكمة في ذلك يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم خلق الله تعالى آدم سواه بيديه ونفخ فيه من روحه فإذا هو إنسان حي من لحم ودم ثم علمه الأسماء كلها بنعمة العقل التي جعلها الله لآدم ليستحق أن يكون خليفة الله في أرضه وهذا أعظم تكريم بعد ذلك أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم تشريفا له فسجدوا جميعا ولكن إبليس وكان من الجن ويعيش بين الملائكة رفض أن يسجد وتكبر على الله عز وجل أخرج الله إبليس من رحمته وجعله طريدا ملعونة فازدد إبليس كراهية لآدم وذريته وحلف بالله أن يزين لهم الشر ليقع آدم وذريته فيه ثم خلق الله حواء من ضرع آدم وسمح لهما بأن يستمتع بكل شيء في الجنة ما عدا شجرة واحدة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتقونا من الظالمين إلا أن إبليس جمع كل حقده في صدره وراح يوسوس لآدم يوما بعد يوم ليأكل من تلك الشجرة بالذات فتساءل آدم بينه وبين نفسه ماذا يحدث لو أكلت من الشجرة نسي آدم وحواء أن إبليس عدوهما القديم كما نسي أن الله قد حذرهما من الاقتراب نهائيا من تلك الشجرة فمد آدم يده إلى الشجرة وقطف منها إحدى الثمار وقدمها لحواء وأكل الإثنان من الثمرة التي حرمها الله عليهما وبعدما أكل أصبح عريانين فأخذ يقطعان من أوراق الأشجار ويستران بها جسديهما فخاطب الله عز وجل آدم وحواء معاتبا ألم أنهكم عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فأخرج الله آدم وزوجته حواء من الجنة وهبط إلى الأرض وندم ندما شديدا على معصية الله وعلم أن إبليس هو عدوهما الحقيقي توجه آدم وحواء إلى الله بالتوبة فقبل الله توبتهما وبدأ مسيرة الحياة على الأرض فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وولد لآدم وهو على الأرض أولاد كثيرون كان آدم يؤدبهم ويربيهم ويرشدهم إلى أن الحياة على الأرض امتحان للإنسان وأن عليهم أن يتمسكوا بهدي الله تعالى وأن يحذروا من الشرك والطغيان وطاعة الشيطان ثم لقي ربه بعد أن أتم رسالته وترك ذريته يعمرون الأرض ويخلفونه فيها يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون العابد الزاهد أويس بن عامر القرني أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلتق به عاش في اليمن وانتقل إلى الكوفة وتعلم على يد كثير من الصحابة حتى صار من أئمة التابعين زهداً وورعاً كان من أكثر الناس تواضعاً لله ومن أبر الرجال بأمه وكان إذا أمس يقول هذه ليلة الركوع فيركع حتى يصبح وفي ليلة أخرى يقول هذه ليلة السجود فيسجد حتى يصبح وكان إذا أمس تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب ثم قال اللهم من مات جوعاً فلا تأخذني به ومن مات عرياً فلا تأخذني به وقد انعكست عبادته على سلوكه فأثر إيجاباً على الآخرين فقد كان التأثير بسلوكه أكثر منه بقوله وقد تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقابله وكان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن وهم الجماعة الذين يمدون جيوش الإسلام سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى التقى بأويس فسأله أنت أويس بن عامر قال أويس نعم فسأله عمر رضي الله عنه ثانية من مراد ثم من قرن قال أويس نعم فسأله عمر للمرة الثالثة فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال أويس نعم لقد دعوت الله عز وجل فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي ثم سأله عمر للمرة الأخيرة لك والدة قال أويس نعم فقال عمر له استغفر لي قال أويس أنت أحق أن تستغفر لي أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر يأتي عليكم من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل فاستغفر لي فاستغفر له أويس ثم قال له عمر أين تريد؟ قال أويس الكوفة فسأله عمر ألا أكتب لك إلى عاملها قال أويس أكون في فقراء وعامة الناس أحب إليه وفي العام التالي حج رجل من أشراف اليمن والتقى به عمر فسأله عن أويس فقال له تركته رث البيت قليل المتاع قال له عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي وعندما عاد الرجل من الحج التقى بأويس وقال له استغفر لي قال أويس أنت أحدث عهد بسفر صالح فاستغفر لي فقال الرجل له مرة أخرى استغفر لي فسأله أويس ألاقيت عمر؟ قال الرجل نعم فاستغفر له وعندما علم الناس بمكانته عند الله ورسوله والصحابة ترك بيته خوفا من أن يفتتن الناس به ويبالغ في الثناء عليه ويقصدوه في قضاء حوائجهم وأمورهم والتي لا يقضيها إلا الله وحده وفضل أن يعيش بعيدا عن متح الناس وإقبالهم عليه ليلقى الله بعمل خالص وقلب سليم وقد غادر متخفيا إلى أرض الكوفة بالعراق محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجين كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أتاح الإسلام لعبد الله بن حذافة السهمي أن يلقى سيدي الدنيا في زمانه كسرى ملك الفرس وقيصر عظيم الروم وفي السنة التاسعة عشر للهجرة بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم فيه عبد الله بن حذافة وكان قيصر عظيم الروم وصلته أخبار جند المسلمين وما يتصفون به من التضحية بالنفس في سبيل الله ورسوله فأمر رجاله إذا فازوا بأسير من المسلمين أن يأتوه به حيا وشاء الله تعالى أن يقع عبد الله بن حذافة أسيرا في أيدي الروم فحملوه إلى ملكهم فنظر إلى عبد الله طويلا ثم قال إني أعرض عليك أن تتنصر فإن فعلت أطلقت سراحك وأكرمتك فقال الأسير في كبرياء إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعونني إليه فقال قيصر إن وافقتني أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني فتبسم عبد الله وقال والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرف تعين ما فعلت قال إذن أقتلك قال أنت وما تريد ثم أمر به فصلب وقال لقناصته ارموه قريبا من يديه وهو يعرض عليه التنصر فرفض فقال ارموه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه مفارقة دينه فرفض عند ذلك أمرهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب ثم دعا بقدر كبير فصب فيه الزيت ورفعت على النار حتى غلت ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهم أن يلقى فيها فألقي فإذا لحمه يتفتت ثم التفت إلى عبد الله ودعاه إلى النصرانية فكان أشد رفضا لها من قبل فلما يئس منه أمر به أن يلقى في القدر فلما ذهب به دمعت عيناه فظن قيصر أنه قد جزع فعرض عليه النصرانية فرفضها فقال له فما الذي أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذه القدر فتموت نفسك وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذه القدر في سبيل الله فقال الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ فقال له عبد الله وعن جميع أسر المسلمين قال نعم قال عبد الله في نفسه عدو من أعداء الله أقبل رأسه فيطلقني وأسر المسلمين لا ضرر في ذلك علي ثم قبل رأسه فأمر قيصر أن يجمع له أسر المسلمين ليذهبوا معه قدم عبد الله بن حذافة على عمر بن الخطاب وأخبره خبرة فسر به الفاروق وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك ثم قام وقبل رأسه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجين كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما في أحد الأحياء الشعبية عاش إسماعيل الطفل الصغير مع والديه في بيت متواضع وكان وحيد أبيه تاجر الأخشاب لذلك كان يدلله كثيرا ويأتي له بكل طلباته ولكن إسماعيل كان لا يجد راحته إلا في بيت صديقه رمزي وبين أسرته حيث كان يقرأ معهم القرآن ويذهب مع رمزي ووالده إلى المسجد للصلاة وكانت فرحته تضيع عندما يذهب لبيته ويجد والديه مشغولين عنه بالتجارة والمحادثات الهاتفية وعندما أصبح إسماعيل في الثانية عشرة من عمره أصبح والده مليونيرا بعدما ربح تجارته وورث الكثير من ممتلكات والده فقرر الانتقال إلى أحد الأحياء الراقية وأصبح له أكثر من شركة تجارية وانقطع الاتصال بين إسماعيل وصديق عمره رمزي وأسرته حيث كان والده يعده ليكون من أكبر رجال الأعمال أصبح إسماعيل شابا وبعد وفاة والده ورث الكثير من الشركات والمصانع والأراضي والممتلكات ورغم كل ما هو فيه لم يكن سعيدا فحول إسعاد نفسه بما يمتلك فمر بمرحلة اقتناء الأشياء لكنه مواجد السعادة التي أرادها ثم مر بمرحلة اقتناء كل ما هو نادر لكنه وجد أن تأثيرها وقتي فجرب مرحلة امتلاك المشاريع الكبيرة كشراء فريق كرة أو منتجع سياحي ولكنه لم يجد السعادة التي كان يتخيلها وعندما ضاقت به الدنيا تذكر رمزي صديق طفولته وأسرته الملتزمة وفي أحد الأيام فوجئ رمزي بصديقه إسماعيل يقف أمامه بسيارة لم يشاهد مثلها وعندما ذهب ليسلم عليه وجده يبكي بين أحضانه ويقول له لقد ضعت من بعدكم تعجب رمزي من كلام صديقه الذي أصبح من الأثرياء المعدودين ولكنه صعد معه إلى شقتهم ورحبت به الأسرة كثيرا ودعاه رمزي للحضور في الغد لحفل متواضع بالبيت بمناسبة إتمام أخته لحفظ القرآن فرحب إسماعيل وبارك لشقيقة رمزي التي أصبحت شابة جميلة تتمتع بخلق كريم وحياء فطري وفي الغد جاء إسماعيل وأهدى شقيقة رمزي مفاتيح سيارة فاخرة كهدية ولكنها رفضتها بأدب ولباقة وأهدته هي مصحفة وعندما وجد رمزي صديقه إسماعيل حزينا بسبب عدم سعادته رغم كل ما يملك عرض عليه أن يساهم بشراء أجهزة قراءة لمجموعة من الأطفال المكفوفين ودفع رواتب لبعض المعلمين المتخصصين في تعليم المكفوفين فتبرع بمبلغ كبير فورا لكن صديقه أصر أن يذهب معه ويقدم هديته للأطفال بنفسه فذهب معه وقدم الأجهزة للأطفال بنفسه وشاهد الفرحة الكبيرة على وجوه الأطفال عندما لمسوا أجهزتهم التي انتظروها طويلا لكن ما أدخل السعادة الحقيقية على قلب إسماعيل هو طلب أحدهم منه أن يجري معه حوارا ويقوم بتسجيله وأخذ التسجيل معه إلى البيت فانحنى إسماعيل وسأل الطفل ولماذا تريد التسجيل وأخذه معك بالبيت فكان الرد المدهش عندما قال له الطفل كم كنت أتمنى أن أراك ولكن لصعوبة هذه الأمنية فقط أريد أن أحفظ صوتك جيدا حتى أعرفك كلما استمعت إليه وأخبر كل الناس بأنك من حققت حلمي وأيضا لأعرفك حين ألقاك في الجنة بكى إسماعيل بشدة وبدلا من العودة إلى قصره طلب من رمزي أن يعود به إلى بيتهم وهناك تبرع بمبالغ مالية كبيرة كفالة لهؤلاء المكفوفين والاتصال بأكبر أطباء العيون إن كان هناك أمال في إعادة أبصارهم مهما كلف الأمر كما تبرع لليتام ورعاية الأرامل والفقراء ثم قال فجأة لوالد رمزي أريد أن أتزوج ابنتك فلن تكتمل سعادة إلا معها وافق الجميع على طلبه ومن يومها وإسماعيل يقضي كل وقته هو وزوجته في أعمال الخير وفي كل مناسبة يقول لزوجته صدق رسولنا الكريم الذي قال إنما تنصر وترزق بالضعفاء والمساكين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْضُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم